عجزت الحكومة الشرعية عن وضع حلو ناجعة لحماية العملة الوطنية من الانهيار المتواصل والسيطرة على أسعار الصرف ولجم المضاربات التي تتسبب في فقدان قيمتها حيث يشهد الريال حالة من الانفلات المتسارع وصل حد الانهيار بحسب توصيف الخبراء الاقتصادين أكثر من 1700 ريال مقابل الدولار الواحد رغم يكشف حجم التأكل الذي أحدثت عوامل عدة كانت أوصلته لهذا السقف أواخر العام 2021 جملة من الأسباب والعوامل الاقتصادية والسياسية الناجمة عن الحرب أودت بالريال إلى استمرارية الانهيار تأتي في مقدمتها المضاربة وتزايد الفجوة بين عرض والطلب من العملة الأجنبية في السوق وضعف الانتاج المحلي والشلل في التحكم في السوق المصرفية الناجمة عن انقسام النقدي بين صنع وعدن خبراء اقتصاديون أكدوا أن أطراف الصراع استخدموا الاقتصاد والعملة إحدى وسائل الحرب الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مستويات الانتاج وتوقف عملية الاستثمار أسباب أخرى أشار إليه الخبراء وهي عدم قيام البنك المركزي بمهامي في تحديد سعر الصرف وتركي رسال حسوق الموازية التي تنفذها شركات ومحلات الصرافة ما أدى إلى غياب تأثير السياسة النقدية وأدواتها الخاصة بالتدخل في ضبط سعر الصرف ووقف تدهل العملة فضلا عن عملية طباعة جديدة لعملة التي نفذ البنك المركزي ورفض البنك المركزي في صنع التعامل بها ما أحدث فارقا في سعر الصرف بالإضافة لارتفاع رسوم التحويلات المالية بين مناطق سيدرة الحكومة والميليشيا الحوثية وتحاول الحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن وضع الكثير من المعالجات لإنقاذ العملة الوطنية منها إعلان المزادات الأسبوعية لبيع العملة الأجنبية للمسوردين وإسرار البنك على نقل البنك التجارية والإسلامية من صنع إلى عدن وصد محاولات حوثية مستمتة لإفشال هذا القرار بتنفيذ إجراءة ابتزازية غير قانونية ما يبقي الرهان قائما على نجاح تلك الخطوة